اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن بعض الفتن اللي هتظهر واتكلمنا عن الملحبة الكبرى اللي هتبقى بين المسلمين والروم والنهار ده هنكمل يلا نبدأ بعض ما ورد في ظهور المهدي من الاثار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يبقى من الدنيا الا يوم تبعث الله رجلا منا يملأها عدلا كما ملأت جورا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا اهل البيت يصلحه الله في ليلة وده اشارة الى ان المهدي المنتظر هيكون من نسل النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي اسحق قال قال علي اللي هو سيدنا علي ابن ابي طالب ونظر الى ابنه الحسن فقال ان ابني هذا سيد كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم في الخلق ولا يشبهه في الخلق يمرأ الارض عدلا بص بقى يا باشا ركز معايا اول حاجة ان المهدي المنتظر ده هيكون اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني هيكون اسمه محمد يعني اسمه مش هيكون إبراهيم ولا عب سميع ولا فتحي ولا سيد ولا محمود ولا أحمد طب أنا اسم محمد ومن ناس للنبي صلى الله عليه وسلم طب ما في محمدات كتيرة قوي من أهل البيت هعرف منين بقى أنا واحد يوم هو هيكون المهدى المنتظر أصبر بس علي تانية حاجة هيكون من ناس للحسن ابن علي تمام ولا عيد تاني عيد تاني المهدى المنتظر هيكون اسمه محمد وهو هيكون من ناس لسيدنا الحسن ابن علي طبعا في الفترة الأخيرة طلع لك واحد يقول لك أنا المهدى المنتظر وواحد تاني يقول لك نبشركم بقدوم المهدى المنتظر وقال بقى الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل مني أو من أهل بيتي يواطوا اسمه اسمي واسمه أبيه اسم أبي يعني هيكون اسمه محمد بن عبد الله وهيكون من ناس للحسن ابن علي تمام كده ولو احنا بس رجعنا للحديث الأولاني بتاع سيدنا علي بن أبي طالب كان بيقول فيه يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق يعني المهدى المنتظر هيكون فيه شبه من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يشبهه في الخلق يعني أخلاقه أكيد مش هتبقى زي أخلاق النبي ده نبي يا جدعان وقال أيضا لا تذهب أو لا تنقض الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطؤ اسمه اسمه يعني معنى كده أن المهدى المنتظر هيحكم العرب وهيكون اسمه مواطئ الاسم النبي وفي حديث تاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يالي رجل من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي طيب المهدي ده اوصفه ايه قال رسوله صلى الله عليه وسلم المهدي ومني اجل الجبهة اقنى الانف يملأ والارض قسطا وعدلا كما يلقى ظلما وجورا يملكه سبع سنين يعني معنى كده ان المهدي المنتصر ده هيكون اجل الجبهة يعني جبهته عريضة والجبهة العرض ده ده بتجيش اللي لما يكون الشعر منحسر لورا شوية اقنى الانف يعني مناخيله كده نازل لسيف كده بس فيه حتة كده بارزة كده من فوق يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملأ الظلما وجورا ويحكم الارض سبع سنين وفي حديث تاني بقولك المهدي من اعتراته من ولد فاطمة طيب المهدي ده هيظهر ازاي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون اختلاف عند موت خليفة يعني فيه خليفة هيموت والناس هتختلف فيخرج رجل من اهل المدينة هاربا الى مكة يعني هو هيخرج من اهل المدينة وهيغرب لمكة فيأتيه الناس من اهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام يعني هو اساسا يا جدعان المهدي المنتظر ده مش هيكون عارف ان هو المهدي المنتظر يعني فيه حديث تاني بيقولك يصلحه الله في ليلة يعني ربنا هيهيأ نفسيا عشان يحكم الارض ويبعث اليه بعثهم من الشام فتخصف بهم البيداء بين مكة والمدينة والمقام يعني فيه جيش من الشام هيتحرك عشان يحاربوا وهم بقى في الطريق هيخصف بيه بعد كده الناس هتمكن له الحكم وهيقعد في الارض سبع سنين وهيصلي علي المسلمين طبعا اسناء السبع سنين دول التقى بعيس عليه السلام وبعض الاحداث التانية اللي حصلت واللي هنحكيها ان شاء الله في الحلقات الجاية والحديث ده بقى للامان العلمية لو احنا نزلنا تحت كده هنلاقي ان اللي ضاعفه هو الالباني خلاصة بقى اللي احنا قولنا النهار اول حاجة ان المادا المنتظر ده هيكون من نسل النبي صلى الله عليه وسلم لا هيكون مهدي اوروبي ولا مصري ولا ابتنجاني ده اولا سانين هيكون من نسل النبي صلى الله عليه وسلم من نسل السيدة فاطمة من صبت الحسن بن علي اسمه محمد بن عبد الله اوصفه هيكون اجل الجبه يعني جبلته عريضة واقنى الانف وهيكون في شبه من النبي صلى الله عليه وسلم وأتمنى أننا أكون وصلت لك المعلومة بشكل بسيط وسلس وأشوفكم في الحلقة الجاية قبل ما تقفل اشترك في القناة وتفاعل مع الفيديو سلام